أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أعزائي طلابي طلاب أصدقاء اكتساب اللغة الطور الثاني في شرح لأبرز القطوط العريضة التي سنركز عليها خلال الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني فأهلاً وسهلاً بكم أذكر بالمفهوم الرئيس الذي تدور حوله وحدتنا وهي بعنوان أنا مثقف تتحدث عن الثقافة حيث تربطنا جميعاً علاقات مختلفة لكن كل منا من بيئة مختلفة له ثقافته وعاداته وتقاليده الخاصة سنتعلم بعض المفردات التي سنستطيع من خلالها التعبير عن أنفسنا باللغة العربية الصحيحة أما عبارة البحث والاستخداء هي تتضمن اللغات أشكالاً وأعرافاً منوعة للتعبير عن الثقافات والحضارات في كل زمان ومكان ذكرت قبل قليل أن لغاتنا تختلف عاداتنا تقاليدنا وثقافتنا وحضارتنا أيضاً حضارة بلداننا مختلفة فمنكم من هو أردني ومنكم من هو فلسطيني الجنسيات تختلف لذلك الثقافات تختلف سنعبر عن ذلك من خلال موضوعات النصوص المقرؤة التي سندرسها الدرس الأول الذي كنا قد بدأنا به هو برامج التلفاز وسنكمل بقية الموضوعات المتصلة فيه كنتم قد استلمتم أعزاء الطلاب في الفصل الدراسي الأول كتيب بعنوان المهارات اللغوية حيث وضع في هذا الكتيب مجموعة من أوراق العمل المتصلة بالقضايا اللغوية التي سنقوم بدراستها خلال الفصل الدراسي الثاني تعرفنا على مفردات جديدة كثيرة في الفصل الدراسي الأول سنوظفها وسنطور أنفسنا ومهاراتنا من خلال استخدامها في كتاباتنا إذن المحتوى الأول الذي سنتحدث عنه هو مراجعة لللام الشمسية والقمرية واستذكار لأبرز الحروف الشمسية كحرف الشيني والسيني والراء والحروف القمرية كحرف الهاء والقافي والفاء ونستخرج من هذه القاعدة من النص المقرؤ الذي نقوم بدراسته ونعطي عليها أمثلة ثم تقوم عزيزي الطالب بالعمل على تقييم فهمك لموضوعات هذه القاعدة بالانتقال إلى كتيب المهارات اللغوية وحل التدريبات الموجودة فيه لتأخذ علامة التقييم إذن أذكر أن هذه الصفحة وهذه القاعدة سيكون لها صفحة منفصلة على المنصة التعليمية لذلك تستطيع الرجوع والدراسة منها للاستفادة مما وضع لك من مصادر وأنشطة سنتذكر أيضا أعزاء الطلاب أقسام الكلام حيث تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف سنركز على قسم من أقسام الكلام وهو الحرف تحديدا حروف الجر سنعدد حروف الجر وهي من إلى عن على في الباء الكاف واللام وسنقوم باستخراجها أيضا من جمل ونصوص وسنقوم بتوظيفها في كلامنا توظيفا صحيحا فنعلم مثلا ما فائدة الفي ونضحها في جملة مراعين السياق الذي تكتب فيه الباء أيضا واللام إلى غير ذلك من أمثل والموضوع التالي هو الشدة فالشدة هي صوتاني لحرف واحد أولهما ساكن والآخر متحرك ندمج الصوتين ليصبح صوتا واحدا مشددا وهناك شدة مفتوحة وشدة مكتورة وشدة مضمومة سنمثل على ذلك من خلال مفردات سنضعها أمامنا وسنستخرجها أيضا ثم نطبق عليها أثناء القراءة لتكون قراءتنا قراءة صحيحة أذكر بمهمات أقرأ بالعربية حيث يتم إرسال مهمتين للقراءة في كل أسبوع عليكم متابعتها دائما لتستطيع الحصول على تقييم عالم بالقراءة والتدرب أكثر أيضا عليها كانت هذه أبرز الخطوط العريضة التي سنركز عليها خلال هذا الأسبوع أشكر استماعكم طاب نهاركم بكل أمل وحب حب